ما أعلن وزير الخارجية ووزير الدفاع الأرلندي ميشيل مارتان أن أرلندا ستنظم وستنضم إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية وضف الوزير في بيان أن الأمر متروك للمحكمة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية ولكن ما يحصل في قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع مشيرا إلى عمليات احتجاز الرهائن في رهائن والحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية والسيداف المدنيين في القطاع إضافة إلى الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وممارسة العقاب الجماعي على شعب بأكمله وفق قوله وطلب ميشيل مارتان مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن ورفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية